سؤال على البث نباشر على فيسبوك شيخنا على الموضوع الأول الذي طرحناه موضوع العلاقة بين الجنسين والمصاحبة التواصل بين الجنسين عبر وسائل التواصل اجتماعي بغرض التعلم ربما تكون معلمة مثلا وطالب أو العكس يعني أنا أستغرب أن يحصر الأمر بالعلاقة مع الجنس الآخر كأنه ما ضل يعني في التجويد أنا أعرف حتى في التجويد بعض الأخوات قرأوا علام الشيخ إننا نفترض نكون في حلقة ويقرأ أما والله بانفراد أخي هذا باب للفتنة وأنا أعرف حالات حصلت فيها الفتنة يعني ليش إحنا نكابر وبعدين صار عندنا الحمد لله في باب التعليم صار يعني خيارات واسعة فإما أن يكون حلقة فيها عدد ينفي الخلوة وإما أن يكون ضمن إطار الجنس الواحد أو أنه تسمع شيء مسجل يعني لو معلم جاءته مثلا هو يدرس خصوصي عن بعد وجاءته فتاة أو امرأة تواصلت معه ليعلمها ليرفض أنا أقول إما أن يطلب حضور حدا من أهلها أو يعتذر ترجمة نانسي قنقر